بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بولادي ابنتي إجماعة الثالثة ثانوي تقني رياضي ورياضي ما زلنا مع سلسلة دير لباز في القسمة في زاد أو في الجبر حيث إن شاء الله في هذا الفيديو سوف نقوم بحل باكالوريا 2023 لشعبة التقني رياضي كما تعلمون كذلك ولادي ابنتي أننا نحلين كل باكالوريات من 2008 لحتى 2023 فالولولادي ابنتي ما أنصحكم إلا بكتاب الأعداد والحساب من الألف إلى الياء النسخة الرابعة لأن نرى فيها ملخص كل الباكالوريات ومواضيع مقترحة كما ننصح أوليدي ابنتي جيب معك كراس وقلم والأمر الثاني جيب معك ألاحاسيبة لأن هذا المحور ما لحظته أن الأسئلة التعصبحوا يتعاودوا لاحظوا معي واش قال؟ قال واحد ألف عين حسب قيم العدد الطبيعي قيم العدد الطبيعي آن بواقع القسمة الإقليدية للعدد 2 أس آن على سبعة بقى لاستنتج باقي القسمة الإقليدية للعددين 1444 أس 2023 وزتنا هذا اللي هو 1445 أس 2024 على سبعة جيم قال عين قيم العدد الطبيعي آن التي من أجلها يكون العدد 1962 أس آن زائد 1644 أس ثلاثة آن زائد واحد وفقنا صفر بالترديد سبعة ثانيا قال نعتبر المعادلة E 7X-6Y ذات المجهولين الصحيحين X و Y السؤال قال تحقق أن الثنائية 4-4 حل للمعادلة E ثم استنتج مجموعة حلولها ثالثا قال عين الثنائيات X-Y من الأعداد الطابعية يكون هي حلول المعادلة E والتي تحقق لنا 2-3X زائد 2-SY يوفقنا ثلاثة بالترديد سبعة كما هذا السؤال لو جاي في 2016 أظن جاي في 2021 يعني الأسئلة راه تتعاود إذن ننطلق الآن نقطة نقطة إذن الحل إذن أولا ألف تعيين بواقي العدد 2-2 على من؟ على سبعة كما تعرفوا هنا مجرد أمور بسيطة أولا نقول 2-S-0 شعلت وفقنا أي عدد قوة 0 وفقنا 1 بترديد سبعة ثم 2-S-1 هي 2 بترديد سبعة الباقي كما تعرفوا دايما يكون أصغر تاما من الترديد ثم 2-S-2 اللي هي شعال 4 بترديد سبعة ثم 2-S-3 اللي هي شعال 8 8 تقسيم سبعة الباقي شعال الباقي واحد هنا واش نديروا لدي؟ أتوقف سم القسمة راهي قسمة دورية دور إذن نقول دور القسمة هو شعال؟ هو من الشكل 3-K ها 1-2-3 لما نعود لهذا أو عود درجع الباقي شوف الباقي اللي هو 1-2-4 أو عود درجع 1 سم تعود قسمة دورية نلخص ذلك في جدول بسيط إذا قلنا هنا أن ونقول هنا 2-S-أن يوثق اللولة نقول 3-K حيث هذا K الذي هو عدد طبيعي وهنا 3-K زايد 1 وهنا 3-K زايد 2 الباقي اللول هو 1 والثاني هو 2 والثالث هو 4 الكل بترديد سبعة هكذا إذن نكتب هنا بمأن نقول بواقي 2-S-أن على سبعة هي شعال هي واحد واثنين وربعة مهما كان هذا العدد طبيعي هذا مكان ولدي يعني هذا سؤال بسيط تدي فيه النقطة كل أرياح يثان با استنتاج باقي شكوه؟ العدد اللي هو ألف وربعمية وربعة وربع وربعين أس ألف وثلاثة وعشرين علاما على سبعة ولما يقلنا استنتاج الباقي معنا الجواب رحنا الجدول لاحظوا معايا أولا نحكم ألف وربعمية وربعة وربعين شوفوا لدي سؤال بسيط هذا هذا قسمه على الدور على الترديد نحكم الألة الحاسبة جيب معك تشوف ألة حاسبة هيا جيبي معك تي ألة حاسبة تقول لم يفهم هذا المحور تبع ما هي نديرو هنا ألف وربعمية وربع وربعين قسمة ماذا؟ قسمة سبعة أعطتنا شعال أعطتنا ميتين وستة إذن نكتب هكذا لاحظوا إذا حبيت نكتب هي سبعة في ميتين وستة شو كيش بدل الباقي التعيب حاجة بسيطة نكتب ألف وربعمية كم تعرفوها هذه ناقص سبعة في ماذا؟ في ميتين وستة أكيد الباقي هو ثنين لاحظوا معي باقي شعال هو ثنين يعني هذه ألف وربعمية وربعم وربعين رأي توفق قنة ثنين بترديد سبعة ما معناها؟ معناها ذرك احنا نحتاج وغير الباقي صحة ذرك القوة التي عنا هي ألفين وثلاثة وعشرين واش تقول القاعدة سمعوا معي مليح هذا نقسمه على الترديد لما نصيبوا هذا العدد اللي هو ثنين تقل الجدول بقى معي مليح واش نروح ندير؟ نحكمل أس نقسمه على الدور يعني هذه ألفين وثلاثة وعشرين نقسمها على الدور شكون هو الدور؟ هو ثلاث ركزوا معي مليح هاي لكم إذن ألفين وثلاثة وعشرين قسمة ماذا؟ قسمة ثلاثة رأي أعطيتنا شعال أعطيتنا ثلاثة في ستمية وربعة وسبعين زائد نفس الخطة كما قلنا تسيب زائد واحد أستاذ كيف ندير؟ ألفين وثلاثة وعشرين ناقص هذا فيذا تعطيك واحد سمع كيف راهي؟ سمع راهي طبعا ما يراهي من الشكل لاحظوا ما يمليح إذن هنتعاملوا مع الأس من الشكل ثلاثة كزايد واحد هو منه شوفك يا نقول ألف وربعمية وربعة وربعين بس ألفين وثلاثة وعشرين توافق روحوا الجولة ما تتقلق ما هو له خلاص هنا يراهي من الشكل شكون ثلاثة كزايد واحد ثلاثة كزايد واحد هاو الباقي سمع صباحنا ثنين روحوا لهذه حوسوا عليها في الجدول باقي تحشعال ثنين إذن مباشرة تنقول الباقي هو شعال هو ثنين لو كان واحد فيكم يكتب غيرها هكذا فقط راهوا الجواب بتاع ناقص لأنه هو قلي الباقي إذن نقوله الباقي خلاص هذا فيما يخص مثلا الأول نروحوا كذلك الآن هذا السؤال زدتوا أنا بجيبونا الباكتة الفين وربع وعشرين إن شاء الله اللي هو استنتاج باقي الف وربعمية وخمسة وربعين أس الفين وربع وشرين على من على سبعة آه هنا نحبكم تركزوا معايا شوي أو جاني شافي في واحد الباك في واحد الباك كين تلاميذ ما فاقول صح أنتم على بني الشاطرين ونطفيقوا أولا نروح نقدم الف وربعمية وخمسة وربعين قلنا نقسمها على الترديد شعال نلقاوه نلقاوه ثلاثة خلاص دروك لكم فوقتولها أستاذ كيف هدرت ها نعاود لك وليتي نعاود لك بنتي الف وربعمية وخمسة وربعين قسمة ماذا سبعة رأي عطاتنا ميتين وستة فاصل قلنا نديروا الف وربعمية وخمسة وربعين ناقص ستة في ميتين وستة شعال طبقنا إذن الف وربعمية قلنا وشعال نعم نتابع دقيقة برك إذن لو قلنا كيما قلت لك نديروا الف وربعمية وخمسة وربعين ناقص ستة آه سبعة في ميتين وستة نغلق القوس تعطينا شعال ثلاثة آه هنا كينا خدعة لحظوا معي هنا يقبل أشعال القيناة قيناة ثنين يهذا تعملنا مع هذا الجدول لكن هنا القيناة ثلاثة فيها مشكلة لحظوا معي يملي حوش تقول قاعدة احنا أوليدي واش رايكم يقول لك أنه ننقص الترديد هذه كلمة ننقص الترديد في المعادلة كأنما النقص للمعادلة صفح يعني ما حيص رواله يعني سبحنا ألف وربعمية وخمسة وربعين يوافقنا ثلاثة ناقص سبعة بترديد سبعة ربما يجو بعض الأستيذ يقول لك ما تكشل لا كلمة موافقات معناه لو ننقص الترديد لنفس المعادلة ما راح يصر المعادلات من هذا النوع ما راح يصرح حتى مشكل موافقات يعني بسفة عام ثلاثة ناقص ألف وربعمية وخمسة وربعين توفقنا ناقص ربعة بترديد سبعة والناقص ربعة شكون هي ناقص ربعة هي ألف وربعمية وخمسة وربعين وفقنا ناقص ثمين وربع بترديد سبعة صحيحة أستاذ ها دركيا صبحت شوفوا صبعنا على قمها نديروا القوة التاعية من القوة قوة تعني شعال صباحنا ألف وربعمية وخمسة وربعين والس شعال ألفين وربع وعشرين أفوا أن الموافقة اللي نديروها من ديروا من صباحنا ناقص ثمين وربع قوة ألفين وربع وشرين بترديد سبعة بما أن القوة هذه زوجية ناقص وش يسراله الناقص لازم تعرفه في القوة الزوجية يروح صباحنا توافقنا أثنين وربع قوة ألفين وربع وشرين بترديد سبعة خلاص جداء القوة قوة القوة يساوي جداء القوة في العدد الطبيعي أو العدد الصحيحة صباحنا واش صباحنا أثنين هذا ينضرب في ذا صباحنا أربع وثمانية وربعين بترديد سبعة مش دلت أستاذ أضرب ذا في ذا صحيت هذي شكون هي ألف وربعمية وخمسة وربعين أس ألفين وربع وشرين آه قلنا هذي وش نروح ندير لها كي ما هذي القوة التاعي دايما بما أن الأمر تعلق الآن بالجدول التاعي وش نروح ندير نقبض القوة التاعي هذي نقسمها على الدور نفس الخطة صباحنا أربع علاف وثمانية وربعين شهال تسيبوات تساوي كي نحكم الآلة الحاسبة إذن قلنا ربع علاف وثمانية وربعين تقسيم أثلاثة رايح ننصيبوش عال ألف وثلثمية وتسعة وربعين في واش في ثلاثة زائد نجبدو الباقي صباحنا صيفر ثلاثة وثلاثين في واش في ثلاثة راح تعطينا واحد هركزتش معي يا أولادي راح ننصيبوه من الشكل ثلاثة ك زائد واحد مين الشكل ثلاثة ك زائد واحد أي واش أي ألف وربعمية وخمسة وربعين بس ألفين عفوا ألفين وربع وشرين أي وفقنا هذه ابقى معي تشوف ها هي من الباقي التحاشعال الباقي التحاشعال التحاشعال بلترديد سبعان أقول ومنه الباقي في كيلر هاتين هو ثنين ننصحك حاجة أعود الفكرة وحدك شوف كي قسمنا خرجتنا هذا قسمنا على الترديد خرجنا ثلاثة ثلاثة ما وش هو هذا بركز دير خدعة نقص الترديد خرجتلي ناقص ربعة ناقص ربعة هو ناقص ثنين مربعة كي ندير القوة مننا والقوة مننا ناقص تروح خلاص خلاص بما أن الناقص راحت صبحتنا قوة القوة تسوي جدال قوتين آه درك هذه صبحتنا مكتوبة كما هذه نحكمه هذه نقسمها على من على الدور خرجتنا مكتوبة من الشكل ثلاثة كزيد واحد ثلاثة كزيد واحد ها هو الباقي اتحى إذا الباقي اتحى الشوعلها راي فيها خدها صحة بعد ما أنهينا الآن من هذا رايحنا نروح نتقدم الشيء الآخر اللي هو عين قيم العدد الطبيعي آن التي من أجلها يأكم سؤال من أكثر الأسئلة شوية إذن تعين قيم العدد الطبيعي آن حيث حيث هواش ألف وتسعمية واثنين وستين آن زايد ألف وربعمية وربعة وربعين أس ثلاثة آن زايد واحد توفقنا صفرة بترديد سبعة هذه راهنا سؤال شائع بزاف أولا نروح نقسمه هذا على الترديد ألف وتسعمية واثنين وستين شعر راح نلقى تبعوا معي هاي لكم دائما نحاول نستعمل آلة الحسيبة ألف وتسعمية واثنين وستين تقسيم سبعة حقسمه معي وقسمه معي بتعلمي تقسيم سبعة راح تعطينا ميتين وثمانين فاصل يعني ميتين ونديره هاكذا ألف وتسعمية واثنين وستين ناقص قلنا سبعة نفتح قوس في ميتين وثمانين ونغلق القوس التعي رأطت لي ثنين هاي لكم باقي التعيش على ثنين بعد واش ندير شوفوش ترع عندي نضرب مننا في آن ونضرب مننا في آن صباح لي هاكذا ألف وتسعمية واثنين وستين آن توفق لنا ثنين آن بترديد سبعة عادي لأن في الموافقات يجوش ضرب في نفس العادة هاي لكم ما معنى معنى هذه يضرق بما أنها موافقات بتتعلموا تقدروا تنحوذي وتجيبوا هذا في بلاست وهذا حطوا هنا شا ترجع ترجع لنا ألف وتسعمية عفو عفو ترجع لنا ثنين آن زائد رحوذر كل هادي نزيدو ثانا نخدموها ألف وربعمية وربعة وربعين قوة ثلاثة آن زايد واحد بتوافق أروحي جولادي الآن عدد طبيعي والكا عدد طبيعي كيف كيف ها ثلاثة كا زايد واحد ثلاثة كا زايد واحد شوفوا معايا أولا أنا حتعطي لي هذه ثنين هذا كي قسمناه هاولي شoffsحطنا ثنين كي ندر هنا قوة ثلاثة آن زايد واحد بترديد سبعة ما فهمتش أستاذ ألف وربعمية وربع وربعين يوفقنا ثلاثة بترديد سبعة نزيد مننا قوة ثلاثة آن زايد واحد من Enough ثلاثة آن زايد واحد الثنين قوة ثلاثة آن زايد واحد كيف كيف ما أقول لي شكي كما هالكهوه كيف كيف صبحنا ألف وربعمية وربع وربعين قوة ثلاثة آن زايد واحد حسب ما رأى موجود في الجدول وهو اثنين بترديد سبعة ركزوا شو معي يا ذرك معناه هذا حطوه هنا وهذا ذرك هذا اللي كنتشوفه جبوه حطوه هنا شا تصبح صبحنا ثنين آن زايد ثنين يوفقنا صفر بترديد سبعة صحيحة أستاذ ندو هذا من صبحنا ثنين آن ويوفقنا ناقص ثنين بترديد سبعة سمعوا ورسقوا القاعدة إذا كان هذا وهذا يقبل القسمة وأولين مع هذا عندك الحق هنا تقسم على ثنين وهنا على ثنين يجوز يشتكون على علمه صحة وإلا لما ربما ما فاقلهاش يقدر يزيد هنا الترديد هات صبحنا ثنين آن يوفقنا ماذا يوفقنا خمسة بترديد ماذا بترديد سبعة أستاذ ما فهمتش أركز معي خرجتوا لهذه خرجتوا قاعدة لهذه إلا ما فقش باللي تقدر تقسم هنا على ثنين وهنا على ثنين نقولوا ما فقش واش تدير زيد الترديد دروكا واش نروح ندير في ذا الحالة أمر بسيط روحوا ديروا الجدول هذا هنفهموا لدينا بشو باتتعلموها هنا يا آن وهنا شكون ثنين آن يوفق صح ما هي بواق العدد سبعة بواق العدد سبعة هي كل الأعدد الطبيعية الأصغر منه تماما باتتعلمو ذا الفكرة كيف أركزوه صيفر واحد اثنين تلاثة ربعة خمسة ستة بترديد سبعة لقدرنا هكذا شوفوا معايا مليح ولا خلوها هكا شوفوا ما تخلط صح كيف تدير دروكا استاذ هذا العدد فأضربه فيه اثنين يبقى صفر شوفوا معايا دروكا آن راح نضربه فيه اثنين صح أضرب ديه فيه اثنين رجعه اثنين ديه فيه اثنين اربعة فيه هذه ستة فيه هذه ثمانية ثمانية مع السبعة واحد شعال ترجع عشر عشر مع السبعة ثلاث وضرب فيه اثنين تناع عشر شعال تعطيك خمسة بترديد سبعة اروح نوري لولا دي فكرة هذه ثرة هي فكرة بسيطة هذه الطريقة بسيطة كيف قدرت أستاذ أولا نروح نعين بواقع العدد سبعة شكون هما صفر واحد زوجت لذة حتى الستة وبدأنا نعندي هنا اثنين شا ندير رقع القيم دي نضربها فيه اثنين فيه اثنين فيه اثنين الاعداد اللي شوفوا هذه كنضربها فيه اثنين ستة تبقى هي هذه فيه اثنين ثمانية ثمانية شعال مع السبعة واحد هذه عشرة شعال باقي التاحة مع السبعة ثلاث هذه اثناعش شعال باقي التاحة خمسة دورك نشوفوا مالجدول تشوفوا واحد الحاجة آ ثنين آن شعال يوافق يوفق لنا خمسة هاي خمسة بترديد سبعة ثنين آن يوافق لنا خمسة بترديد سبعة سمى آن شعلي يساوي شوفوا معايا سصبح لنا مباشرة تنقول ومن هو آن شاي يساوي يساوي لنا لاحظوا معايا يساوي لنا سبعة كا زيد واحد عفوا زيد ستة ما فهمتش أستاذ ركز معايا ركز ها شوفوا نزيد فهموا لدي غيب الأقل ها عندلكم جع موافقات أقل معايا ها شوفوا معايا ثنين آن يوافق لنا خمسة بترديد سبعة ثنين آن يوافق لنا خمسة بترديد سبعة آن شعال يوافق آن يوافق لنا ستة بترديد سبعة حول هذه إلى مساوية سبح لنا آن يساوي لنا سبعة كا زيد ماذا؟ زيد ستة حيث كا عدد طبيعي لسموه كافتح سموه كافتح بان هربوح للكا تعنا هذل هاي لكم حيث هذا كعدد أطبيعي ولا هذي طريقة نزيدوا لدي طريقة واحدة آخر بما تخلط لكم أولو تبعوا معايا بشوية هذي مثلا طريقة نزيدوا الطريقة واحدة آخرى نتع الأذكياء ما زلنا هنا في ثنين آن يوافق لنا خمسة بترديد سبعة ركزوا تشوفوا معايا هنا وش رأيكم لو كان هذه نضربها في ربعة ومننا نضرب في ربعة سيترجع لنا أضرب مننا في ربعة يجوز مننا ومننا تضرب في ربعة شعال ترجع ترجع لنا ثمانية آن يوافق لنا عشرون بترديد سبعة هذه نقدر نقسمها هي سبعة آن زيد آن يوافق لنا عشرون تقسيم سبعة الباقي بتاعها ستة صحيحة أستاذ سبعة آن شعال توافق لنا سبعة آن معروفة أي عدد مضروب في السبعة يوافق صفر بترديد سبعة هذه قاعدة أي عدد من مضاعفة العدد سبعة يعطيك الباقي بتاعها سفر السمع هذه آي راح للصفر اقرأوا تشوشها صباح لكم صباح لنا آن ويوافق لنا ستة بترديد سبعة آي لكم حولوا هالمساوات صباح لنا آن تساوي لنا سبعة كافتحة زائد ستة هذه هي قيم آن وياد كي نطريقة الجدول هذه وانتا نستعمل لما يكون العدد التاعي هذا صغير وكان يكون العدد هذا التاعي مثلا سبعين إلى ثمانية ما نجيبش ندير جدول بتاع سبعين إلى ثمانية سيكون العدد صغير نقدر نخدم طريقة الجدول ولا تقدر تخدمها هنا تضرب مننا في عدد ومننا في عدد بحيث العدد يكون قريب لك هذا كنا ضربت مننا في ربعة ومننا في ربعة ليه هذا ربط في ربعة الباكسكو تعطيني ثمانية ثمانية اشتري هي ثمانية هي سبعة آن زايد آن سبعة آن تروح للصفر تبقى لهذه هاي لك عاوضي لشكرة وحدك لأن الجبر ولادي لازم تعاوض الثمانين وحدك نتابع الآن إلى السؤال الآخر إذن نأتي الآن إلى الجزء الثاني قد نعتبر المعادلة اللي هي سبعة إكس ناقص إجراج يسوي ربعة قالت حق أن الثنائية ربعة ربعة حل المعادلة هنا حاجة بسيطة شا ندير أولادي نجيب الإكس نعاوض هنا الربعة وهنا نعاوض ربعة لازم نصيبها صباح لي هكذا سبعة في ربعة ناقص ستة في ربعة تسوي تمانية وعشرين ناقص ربعة وعشرين تعطينا أربعة نقول ومنه الثنائية أربعة ربعة حلا للمعادلة شكون أ وبعد ذلك نقل استنتاج حلول المعادلة أ أنا أكيد جمعا نستعملوا غص شوفوا معي عندنا سبعة عفوا سبعة إكس ناقص ستة إجراج سنونا ربعة والثانية اللي هي سبعة في ربعة ناقص ستة في أربعة يساوي لنا أربعة شوفوا معي جيبوا المعادلة تاكم هذه حطوها هنا وجيبوا هذه تاعة تعواض حطوها هنا بالطرح بالطرح نجد شا تصبح لكم صباح لنا هكذا ما تقلقوا مول خرجوا شا تصبح لكم سبعة في هذا ناقص ناقص ركز معي هذا ناقص تساوي لنا ربعة ناقص ربعة شا تردت أستاذ سبعة خرج عن المشترك قول هذا ناقص ناقص ستة خرج عن المشترك قول هذا ناقص ربعة ربعة صح ترجع لي من ناشعال ترجع لي كاملنا هكذا وبعد ناقص هذا من صباح لي سبعة في اكس ناقص ربعة شاونا ستة في اغراج ناقص ربعة نقول ستة قاسم للعدد سبعة في اكس ناقص ربعة يعني ستة قاسم لهذا و وماذا وستة اولي مع سبعة هذا العدد ستة مستحيق يقسم سبعة اولين فيما بينهم يعني بجسد التحم واحد لازم تعرفوه صح لانه اعداد متناوي ما تلادف ستة سبعة ثمانية تسعة يدو جامل اعداد اولي فيما بينهم ابقوا معي تشوف هاي لكم نقول حسب قوس فان ستة قاسم للعدد شوف ستة او قاسم لهذا وراه اولي مع ذا اذا فهو قاسم لهذا قاسم للعدد اكس ناقص ربعة اي وش نية اي اي اكس ناقص ربعة رايز ساوينا ستة اذا سمينها كفتح تين طيها مش مجرد هذا سميات صح نبدي هذا من سباح لي اكس يساوي ستة كفتحت زائد اربعة مع كفتحت عدد كيف هو عدد صحيح عدد صحيح لانه وقلي مجهولين صحيح صح بنفس الخطة اولادي درخش تروح ندير نجيب هذه شوف معايا مليح وين تعوضوها عوضوها في بلاست اكس عوضوها اللي شات صباح صباح النا سبعة في ستة كفتحت زائد ربعة هاي لكم ثم ناقص ربعة هكذا تساوي النا واش تساوي النا ستة في ايقراج ناقص ربعة ركزوا معايا تشو هذا مع هذا يروح ترجع النا سبعة في ستة كفتحت يساوي النا واش ستة في ايقراج ناقص ربعة هذا مع هذا يروح ترجع سبعة كفتحت يساوي ناقص ربعة الرجع هذا منه صباح اليقراج يساوي سبعة كفتحت زائد ربعة عاود عاودة أستاذ جيب هذه هذه القيمة حطها هنا الربعة مع ناقص ربعة تروح وعندي منه شوفوا معي عندي منه ستة ومنه ستة تروح تقول لكم يحول خلاص اسمح حلول المعادلة حلول المعادلة هي الثنائيات إيكس إيقراج اللي هي شكون اللي هي ستة كفتحتين زائد ربعة وسبعة كفتحتين زائد ربعة هذه حيث نزيد هنا شوف ما تعلموا حيث كفتحتين عدد صحيح ناقص هذا هما الحلول تعموا هذا قال لي هذا السؤال اللي نحب تركزوا معي فيه قال لي عين الثنائيات إكس إيقراج لكن من عدد الآن طبيعية هنا يشتكن هذا عدد صحيح ويتحول لعدد طبيعي قبل غير عدد مجاب حلول للمعادلة أ والتي تحقق لنا إذن تعيين الثنائيات الطبيعية إكس إيقراج حيث واش حيث ثنين قوة ثلاثة إكس زائد ثنين قوة إيقراج ويوفق أن ثلاثة بالترضيب سبعة هذا السؤال وقت لكم رجاء 2000 وقل 21 جاء 2016 المهم هذه الأسئلة غير مرة ما يتعاود شوفهم معي أولا كان لحظوا وإحنا لحنا 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 3 4 2 2 2 3 k لحنا توفق 1 حتى لك نقول 2 3 x لأن x رقعه صباح عدد x جمع عدد وصباح عدد طبيعي هو قل هاي تلاقيات اشتهاية الطبيعية يعني هذه راح توفق لنا 1 بترضية 7 ما فهمش بستها تبع تبع هذه رايع لحساب الجدول ها 3 s 3 k تعطيك 1 3 عفوا 2 عفوا اسمحوا لي 2 s 3 k تعطيك 1 كذلك 2 s 3 x مع x عدد طبيعي ثاني توفق 1 سما هذه تقدر تنحيها بما أن ها موفقة وترطها ذهن وش تصبح 1 زائد 2 y قوة y توفق ثلاثة بترديد 7 صحيح ركز معي مليح نوضيف منها ناقص 1 ومنها ناقص 1 عليها أستاذ بيروح هذا مع هذا صبح لي 2 s y توفق 2 بترديد 7 صحيح أستاذ عددل هنا أنا معاك y التاعي كوين ره ها هنا y التاعي شوفوا معي ها وين y وش يساب هذا يذرك جيبوه وحطه ألي هنا صبح لي ها كذا 2 و 7 k فتح 2 ز 4 توفق 2 بترديد 7 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 اثنين يوافقنا. اثنين بترديد سبعة. يعني نحوص نفصل كلش. بتتعلموا بركة. أنا كان يقول يا أستاذ ليك تفصل. بتتعلموا. هذي رأي مكتوبة ثنين. أس واش. أس ثنين في ثلاثة كا فتحتين. في ثنين أس كا فتحة. في ثنين أس ثلاثة. في ثنين. توفقنا. اثنين بترديد سبعة. يا حمد لكم قلت تراني نفصل. أنا قادر لم تدركت الجواب. لكن بتتعلموا كامل. صح. هذا يضرق الثنين أس ثلاثة كا فتحتين. ثنين أس ثلاثة كا فتحتين كا ولا كا فتحتين ولا اكس嫌ة المهمお願いします؟ هذه شعال بقي التحة. بقي التحة واحد. في الثنين أس كا فتحتين. هذه الثنين في الثلاثة شعال واحد. في واحد. في 2 يوافقنا 2 بترديد 7 صح الواحد ما يدير والو وهذا الواحد ما يدير والو لأنه راح فيه هذا ما يدير والو شوفوا معي يملح نقدر منه هذا ذوك نقدر منه نقسم على 2 من على 2 يروح يعني هذا الكلام هو نفسه ركزوا معي هو 2 اسكى فتحتين يوافقنا 1 بترديد 7 وش درت أستاذ عندك حق تقسم من على 2 يروح ها وش تبقى لك تبقى لك 2 اسكى فتحتين يوافق 1 هذي قاعد فهمتوها نعاود هذي راح للواحد خلاص عاوضناها بالواحد خلاص عاوضناها بالواحد كي قلبنا هذا الواحد ها وين قلبناها مننا صبحت لنا الثنين هذي الاجراج هاي القيمة التحاجي بتاع عاوضتها هنا خلاص ومن بعد أني فركت فركت قدامكم خرجت هذه هي سبعة 2 اس سبعة كفة حاتين في 2 اس أربعة هذه 2 اس أربعة خلاص رأي سهلة هي 2 اس ثلاثة 2 اس ثلاثة هاي البقي تحاجي على الواحد والثنين خلوها وهذه الجهة مننا اللي هي سبعة كافة حاتين قسمتها هي ثنين أس كافة حاتين في ثنين أس ثنين أس كافة حاتين هذه بقي التحدي منه الواحد أي راحت هذه راحت قتلي واش قتلي ذي نقدر هنا على ثنين على ثنين يروح وقع تبقى ليه هذه هنا حدكم تركزوا معي ثنين أس كافة حاتين يوفقنا شوفوا ثنين أس كافة حاتين يوفقنا واحد بدرد سبعة شوفوا هنا شوفوا ثنين أس كافة حاتين توافقنا واحد بدرد سبعة هذي واش يعني يعني كافة حاتين شعلي يسوي سوينا ثلاثة كا ولا نقولوا تسوينا ثلاثة لوندا حيث لوندا عادة طبيعي هكا نحبو العديد حبكم تركزوا معي شوفوا ثنين أس كافة حاتين ثنين أس كافة حاتين يوفقنا واحد سما هذا كافة حاتين شي يقدر يكون يسوينا ثلاثة كا ولا نسموها ثلاثة لوندا ومنه ركزوا معي شوفوا ومنه إكس وش يسوي إكس ها هو هنا إكس تاكم شا تصبح إكس وش يسوي يسوينا ستة في هذي يضرك شوفوا نعاود نشرح كلش إكس يسوينا ستة كا فتحة ستة كا فتحاتين زائد أربعة هذي يضرك ها هي عاودوا هذرك هنا ألا وش تتحصلوا صباح إكس يسوينا ستة في ثلاثة لوندا زائد أربعة أي إكس يسوينا ثمانطاعش لوندا زائد أربعة رخوا للإيقراج إيقراج يسوينا يسوينا سبعة كا فتحتين زائد أربعة هذي يضرك عاودوا وعاودوا هالي هنا صباح إيقراج يسوينا سبعة في ثلاثة لوندا زائد أربعة أي إيقراج يسوينا ووحدة وعشرين لوندا زائد أربعة سمى شكون هي الثنائيات اللي رايح كي عليها هو شت الفكرة كيفة؟ وكاني قلت لكم باللي السؤال يعني يحتاج إلى نوع من الذكاء صباح للثنائيات الثنائيات الطبيعية هي إذا قلنا إيقراج سيكون هي الثنائيات التاعي الإيقراج هو ثمنتعش لوندا زائد ربعة والإيقراج هو 21 لوندا زائد ربعة مع لوندا عدد طبيعي نصيحة لك؟ ألا غير عاود الفكرة عاود الفكرة الثنائيات التاعي هذه هي الإكس هاوشتا وهو والإيقراج هاوشتا وهو الفكرة اللي خدمت بها رايح فكرة طاحت عدة مرات في الباكالوريا اشتادرت ولادي ما درت حتى حاجة رتل العبارة التاعي هذه هذه عطتنا واحد وهذه إيقراج فتحتين رايح عندي قيمتها عفوا إيقراج عندي قيمتها جبتها اللي هنا بسط بسط في الآخير وين طحت طحت ثنين كافة حاتين يوافق لنا واحد هنا مباشرة أنه هذا كافة حاتين رايح يسوينا ثلاثة كا ولا سميه ثلاثة وونضا انت حر خلاص منها كافة حاتين هذا يسوينا ثلاثة وونضا جيبه وحطها له وحطها له تخذ لك الثنائية الطبيعية التاعك برافو جماع نصيحة لك الجبر لازم لك تحل التمرين وما تنسيش لحل التاعو باهم هل يجي في الباك وليه في الامتحان تكون على الأقل شايف الفكرة لأن الفكرة لما كنت شايفها مقبل قليل التلاميذ اللي يوصلوا للجواب الصحي في الأخير لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والطرح مع الرحمة الطاهرة ودايما ننصحكم هذا الكتاب بروفيتو فيه راهو كتاب ما هو شغالي والأمر الثاني راه فيه قعص ورح تحتاجه سلام